إذن رأت الزعيمة الفرنسية المتطرفة مارين لوبان زعيمة حزب التشمع الوطني الفرنسي والمرشحة لرئاسة الفرنسية رأت أن الناتو بحاجة إلى إعادة توجيه لمحاربة من سمتهم المتطرفين من المسلمين والحقيقة هم يقصدون دائما الإسلام والمسلمين بشكل عام رأت أنها أكبر تهديد للعالم من شاشة القناة التلفزيونية بي أف أم قالت لوبان أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب إعادة توجيه الناتو لمحاربة الأصولية الإسلامية ثم تساءلت لماذا وردت على سؤالها بالإجابة لأنها تشكل أكبر تهديد للعالم اليوم على حد زعمها بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري في الوقت ذاتي تدعو المرشحة الرئاسة الفرنسية للانسحاب فرنسا من القيادة المشتركة لحلف الناتو يبدو أنها تريد أن تقود فرنسا هذه الحرب ضد الإسلام وضد المسلمين وليس ضد المتطرفين وإنما هي عبارات يطلقونها هكذا لجذب بعض التعاطف معهم ولأن لا يكون الخطاب لاذعا ولكننا نفهمهم الحقيقة وهم يحاربون الإسلام طيلة عقود في فرنسا هذا اليمين المتطرف ومنتبع يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى في أبريل المقبل وكان نحو ثلاثين مرشحا أعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات ومن أبرزهم مارين لوبان وأريك زمور المعادي للإسلام أيضا ترجمة نانسي قنقر